السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين النهاردة هقول لكم ازاي نعمل لقمة القاضي باستخدام كوباية الزلابية او كوباية لقمة القاضي الكوباية دي بعشرين جنيه هوريكم ازاي بنعمل بيها الزلابية وهقول لكم رأيي فيها بمنطقة صراحة وتستاهل ان انتوا تشتروها ولا لا الكوباية بتيجي في العلبة بالشكل ده العلبة نفسها مكتوب عليها الطريقة بتاعة الزلابية بس طبعا انا هضيف على الطريقة دي تكاية بسيطة كده عشان الزلابية تكون مقرمشة الطريقة سهلة جدا ما فيهاش اي فتكسات خالص هتجيبه طبق العجن هنحتاج لكوبايتين من الدي ممكن تستخدموا الكوباية المعيارية دي وممكن تستخدموا كوباية عادية خالص عاوزين تنخلوا الدي انخلوه ولو ضمنين نظافة الدي يعني ما فيهاش اي شوائب ضفوه زي ما هو مش لازم يتنخل خلص وهنضيف على الدي معلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح صغيرة جدا ومعلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الكوركم وده عشان الزلابية يكون لونها اصفر او دهبي وكمان هنضيف عليهم كيس خميرة الكيس ده 8 جرام او معلقة صغيرة من الخميرة البودر او الخميرة الفوري وهنضيف كمان معلقتين كبار من النشا وده عشان الزلابية او لقمة القاضي تكون مقرمشة وممكن نستخدم الكاسترد بدال النشا بس لو استخدمنا الكاسترد مش هنستخدم كوركم لان الكاسترد لونه اصفر فمش لازم نضيف كوركم كمان فيعتبر الكاسترد بديل النشا والكوركم هنقلب المكونات الجفة كده بمعلقة عشان يندمجوا مع بعض بعد كده نضيف ليهم كوبيتين من المياه الدافية يعني احنا ستخدملي كوبيتين من الديل نستخدم لهم كوبيتين من المياه الدافية ونقلب المكونات دي مع بعض في الاول بمعلقة نقلبهم كويس جدا بعد كده نعجنهم بقدينة كويس جدا طبعا، العجينة تكون سهلة شوية فتكون سهلة في العجن يعني بتعجنها خوالي ديقة او دقيقتين فيك بقدك وخلاص كده العجينة بتكون زي ما انتو شايفين كده بعد كده هنغطيها بفوطة او بقماشا بعد كده نحط غطى عليها عشان تكون متغطية كويس ونسيبها لحد ما تخمر هنسبها حوالي نص ساعة او 40 ديئة دلوقتي هنعمل الشربات او العسل وشربات الزلابية بيكون تقيل انا هوفر في السكر على قد مقدر فهنحتاج للكمية دي كوباية ونص من السكر وكوباية واحدة من المياه وعصير نص لامونة انا هضيف المكونات دي ومش هقلبها خالص هحطها على نار متوسطة واول ما الشربات يبتدي في الغليان هسيبه 3 دقايق بعد كده اطفل نار على طول وشربات الزلابية بيكون تقيل هنختبره ازاي هنجيب طبق ونحط فيه نقطة من الشربات لو النقطة دي ما فرشتش في الطبق فضلت زي ما هي كده كده شربات الزلابية يكون مظبوط وتقيل هنركنه على جنب لحد ما يبرد خالص دي كده عجنزت الزلابية خمرت لو لاحظته على سطحها ظهر فقاقية زي ما انتو شايفين كده دلوقتي العجينة بتاعتنا جاهزة للتحمير هنجيب الكوباية الجميلة بتاعتنا ونحط فيها شوية زيت صغيرين وبفرشة ندهن الكوباية بالزيت من جوه زي ما انتو شايفين كده عشان العجينة بتاعت الزلابية ما تلزقش في الكوباية وهنفض الزيت الزيادة منها بعد كده هنحط العجينة جوه الكوباية بتاخد كمية كبيرة يعني ممكن العجينة اللي احنا عملناها دي يعني الكوباية تاخدها على مرتين وممكن كمان على مرة ونص طبعا بنكون مسخنين الزيت والزيت حطينه على نار متوسطة بنمسك الكوباية بادينا زي ما انتو شايفين كده ونضغط ضغطة خفيفة على ايد بتاعتها زي ما انتو شايفين كده اول مرة الزلابية ما بتكونش مظبوطة قوي بس ايدكو تاخد عليها بتقدروا تصبطوها وتعرفوا تضغطوا عليها قد ايه يعني ممكن مثلا تضغطوا عليها وتعدوا واحد اتنين عشان الزلابية تكون مقاس واحد الكوباية سهلة وسريعة زي ما انتو شايفين كده سريعة جدا ما بتهديرش عجينة خالص يعني كوبايتين دي اللي احنا عملناهم هيعملوه لكمية كبيرة عكس طبعا ما تعمليها بايدك او تعمليها في كيس والصراحة مريحة خالص ما فيش طبعا ترتاش الزيت ولا بتتلسعي ولا اي حاجة مش هنحط في الحلة كتير عشان احنا بنقلبها تكون سهلة في التقليب وكمان ما تلزقش في بعضها وكمان الزلابية حجمها بيكبر عشان كده ما ينفعش نزحم الحلة بتاعة القلي او الطاصة هنفضل نقلب في الزلابية عشان تتحمر من جميع الجهات وتكون كلها بلون واحد بعد ما تتحمر شلوها في مصفة ممكن طبعا بعد ما نخلص كل الكمية نحمرها كمان مرة التحمير ده اختياري ممكن تحمروها مرتين ممكن تحمروها مرة واحدة بس طبعا لو حمرتوها مرتين بتكون مقرمشة اكتر وبتفضل مقرمشة لتاني يوم وثالث يوم بس لو حمرتوها مرة واحدة هي بتبقى مقرمشة وقتها بس بس لو قاعدت تاني يوم بتكون طرية دلوقتي احنا هبدأ في التحمير التاني انا حمرتها كلها زي ما شايفين كده بس ابدأ احمرها مرة تانية طبعا في التحمير مرة تانية انا بحطها على ثلاث مرات بس طبعا في التحميرها الاولى بتاخد يعني بحمرها على كزا مرة كتير بس في التحميره التانية بحمر الكمية دي كلها على ثلاث مرات لان احنا مش بنسويها اHSنا بنقرمشها يعني بنخليها مقرمشة عشان تقعد معانا مقرمشة لمدة اطول وبرضو افضل اقلب فيها باستمرار عشان كلها تاخد نفس اللون شايفين لونها جميل جدا ازاي وكمان لون الزلابية كل واحد مفيش واحدة اغمق من الثانية دلوقتي هنطلع الزلابية او هنطلع الدور بتاع الزلابية ده في مصفة ونسيبها تصفة حوالي نص دقيقة او دقيقة قبل كتير بعد كده هنحطها في الشربات علما الزلابية بقت الصفة هنحط الدور الثاني من الزلابية برضو هنحط كمية كبيرة في الحلة ونسيبها تتحمر علما نحط الزلابية اللي هطلعناها من الزيت في الشربات هنحطها كده في الشربات او العسل البارد ونفضل نقل فيها حوالي ديئتين او تلاتة بس او على ملع النار او اللي في الزيت تتحمر وعشان نوفر في العسل وفي السكر الرصة الثانية من الزلابية هنحطها في طبق تاني كده الرصة الثانية دي لسه طالعة من الزيت الودي يعني سخنة من غير عسل هنحطه فوقها مصفى ونصف الزلابية اللي في العسل عليها يعني العسل ينزل من المصفى على الزلابية اللي السادة او اللي لسه طالعة من الزيت دلوقتي بالطريقة دي تقدروا توفروا في الشربات وكمان توفروا في السكر ونقلب برضو الزلابية دي في العسل وفي الشربات وطبعا عشان العسل شوية صغيرين هنركنها كده على الجم مش هنصفيها ودي اخر شوية من الزلابية او التلت التالت هنرش عليه سكر بودرة بيكون طعمها حلو جدا بالسكر البودرة بس اهم حاجة تصفوها من الزيت كويس قبل ما تحطوا عليها السكر البودرة بس طبعا الزلابية الاحلى اللي بتكون بالعسل او بالشربات بس فيه ناس بيحبوها كده انا كده خلصت طبعا دي اسرع مرة اعمل فيها الزلابية بالسرعة الرهيبة دي والصراحة اول مرة الزلابية تطلع معايا شكلها حلو كده ومدورة كده دايما بتطلع معايا شبه الدينوصورات وكمان بكمية كبيرة كده وبجبايتين دي بس رأيي فيها ان هي سهلة جدا ومريحة وكمان 20 جنيه يعني يعتبر مش فلوس بتوفر وقت وبتوفر مجهود وكمان بتوفر عجينة عاوز اقول لكم على تكاية كمان توفروا فيها بالزيت طبعا بعد ما قالينا كل الزلابية اتفضل طبعا في الحلة زيت الزيت ده يعتبر نضيف طبعا الزيت استخدامه الصحي لتلات مرات يعني لازم يستخدم تلات مرات ويترمي عشان كده الزيت بتاع الزلابية ده احنا هنطبخ بيه يعني لو بتعملي رز اعملي الرز بيه لو بتعملي طبيق بيه هو كده مش مضر خالص بالطريقة دي هتوفري في الزيت ومش هترمي اي زيت تاني خالص شايفين الزلابية لونها حلو جدا ازاي وكمان معرمشة جدا وكمان مستوية ولونها جميل جدا من جوه زي ما انتو شايفين كده وكل سنة وانتو مصيبين